نروح للحكاية النهاردة أنا بس حبيت أخلص معاكم شوية أخبار كده مع بيت سمو سيماني وبعد كده نروح لمباراة الزمالك والداخلية النهاردة الداخلية الصعد حديثاً للدولة الممتاز عمل مباراة كبيرة ومحترمة جداً أمام نادي الزمالك ولكنه خسر في النهاية 2-1 بعد الوصول للوقت الإضافي سبيل فكري لعب الداخلية تقدم بهذا الهدف الجميل اللي فيه كل مهارات الكرة سواء بالتمريلة أو بمروغة محمد عواد في الديئة 4 وبعد كده تعادل سيف فاروق جعفر للزمالك في الديئة 60 بتصويبة في منطقة الامتاز بص بص شوف التمريلة حلوة إزاي شوف الانفراد شوف التمويه هدف رائع هدف رائع بصراحة سيف جعفر كمان جاب هدف رائع جداً هدف من خارج منطقة الجزاء تصويبة صحيح خدعت خدعت الحارج شوية ولكن جون جون بعد كده عشب بنشرق سجل هدف الفوز ليه نادي الزمالك أمام حضراتكم هدف حسم المباراة رغم زي ما قلت لكم من الداخلية عمل مباراة كبيرة تحديداً في الشوت الأول لكن في الشوت التاني الأمور اختلفت شوية شوية ربما الأمور بدنية ولكن الفريق بصراحة كافح لحد آخر دقيقة في المباراة الداخلية على فكرة عنده مجموعة لعبين رائعين جداً وطبعاً كبساء لعبين من المدربين المحترمين جداً وأعتقد أنه هيعمل شغل محترم في الموسم الجديد في الدوري الممتاز كابتن سمير فكري مواجب نادي الداخلية وصاحب هدف الداخلية الوحيد في مباراة الزمالك اليوم الهدف اللي أنا كنت بشيد به من شوية في كل المهارات في الكرة حاجة روعة جداً كابتن سمير مبروك الهدف ومبروك الأداء النهاردة وهارد لك النديجة ما يبارك في حضرتك إزاي كابتن كريم أهلا بك أهلا بك كابتن سمير أداء النهاردة كله رجولة من كل لعب الداخلية بصراحة تستحق الإشادة وإلى хبد الحمد لله عملنا اللي علينا وربي لا مراتي يعني عملنا مطي كويس على زمالك الحمد لله بس والله كنا نفسنا ربنا كنا ونكمل ونكسب بس يلا ربنا مراتي يعني بس الحمد لله العابتنا عملت اللي عليها وعملنا اللي علينا والله وإن شاء الله اللي جاي أحسن بذي ليه الشوت الأول كنتو هايلين جداً والشوت الثاني يعني تحس الأداء قلي شوية والله كابتن كريم حضاك عارف برضو اللي إحنا يعني ما بلعبش في الادواق دي بالليل احنا بقى انا تلات سنين ما لعبناش ممكن حتى ماشي كاة اول مرة اني لعب ماشي كاة من تلات سنين من ساعة ما عبضنا. مم. دي برضو فرق معنا اكيد يعني اه والشغط الاول برضو ممكن نكون عملنا مبهود كبير. يعني اه ما حاولناش اللي احنا انا نكمل مسلا بالشغط تاري بنفس المتقوى. مم. بس يعني الحمد الله يعني خير يعني ان شاء الله ربنا يكرب في اللي جاي بيزي. الهدف حلوة قوي. انت فكرت ازاي كده يعني انت بتلعب قدام الزمالك. واول الدقايق. هتاخد الكرة روح شايتها رزعها في اي حتة في الجون وانت ونصيبك. جات لك السكة بالنفس دي ازاي في لحظة زي دي. اللحظة صعبة جدا يعني. والله يا كبس ان انا كمان قبليها كنت هجيب جون برضو بدماغي كده. صح. تمام. والكرة دي بصراحة يعني انا عشان كده اللي انا عملت. اللي حضرت بطول عليه ده. انا عملت كده عشان خاطئي دي الكبنة عواد اصلا مش مش هيتواجعل مني اللي انا اعمل كده. يعني هو عارف اللي انا اخش مسلا احطها في اي زاوية وخلاص. طيب. بصراحة يعني. بس انا يعني هديت عليها والحمد لله عملت قبشة في الكويس. الحمد لله. انت حسيت باي يعني انت قدامك دلوقتي محمد عواد حارس كبير. حارس محترم. طبعا مؤكد. بس عواد كمان في الكسة بتاعة الانفرادات دي هو زاكي كمان جدا وبيعرف يفرد جسمه كويس جدا. وكان بيتراجع الورا وكان سايب لك كمان مساحة ناحية اليمين. يعني لو مكانك هروح رزاعة ناحية اليمين على الارض فوق حسن ما تيجي هي ونصبها. ايه اللي اغراك يعني ايه اغراك في موقف عواد انك تاخدها بالشكل ده. والله كافت ان يعني السجة دي من عند ربنا اولا. احسنت بها دي الصراحة من عند ربنا. انا ممكن لو اي أي لعيب داني او مسلا انا ممكن بيتحطيتها مرة واحدة. اه صح. بس انا انا ربط عليه قوي. اه. فخلاص هو برضو هو اكيد هيتوقع اللي انا عشوتها في زاوية وحوطها في زاوية. فسبحان الله يعني الحمد لله اللي انا خدت كرار ده قرار الصح. ممكن لو كنت احطيتها بالزاوية ولا حاجة انا الضعج. بس الحمد لله يعني خدت الصحة وربنا وصاني فيه الحمد لله. الدخلية مكمل بنفس اللاعبين في الموسم الجديد او يعني انت نفسك مكمل مع الدخلية في الموسم الجديد ولا ممكن تمشي عن الفريق. والله انا انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده. صح. انا نفسي. نفس الفرة هتكمل. يعني اكيد في ناس هتمشي. وان شاء الله ربنا يكرمهم بازن الله. انا انا كواحد برضو ككابس الفرة وكده اه قلت لحدك لو كابسل سايد ايد اه كمل ممكن ان شاء الله كمل. اممم. مع ان فيه عروض جاية لي والله بس يعني لسه ما متحبه على الله وان شاء الله خير وان شاء الله. خلاص مفتوحها لك ايه مع الدخلية واهدف حلوة والدنيا جميلة فهكمل بقى. ما شاء الله. اه شفت ان كنت هتول حاجة اهو شكلك جاي لك عرض جامد. اه والله يعني ده يعني عروض دوري ممتاز كويسة. اه. وفلوس اعلى من. اه. اه. لا وبعد وبعد الجول ده كمان شوية عروض ده. شوية شوية عروض ده هتزيد كمان والفلوس هتزيد اكتر. بعد الجول الحلوة ده. حبيبك يا سيد كريم. اممان يعني خليك فاكر انا كنوش حلوة عليك. طبعا. ما تنساش ده بقى. اه والله لا كسر طبعا. يا ري تطلع محددك عالطول والله. حبيبك بتنساميه. حبيبي. دايما موفق ودايما رايع. والجوني النهاردة كمان جوني مميز جدا. بهنيك على الهدف وبهنيك زي ما قلت لك على الاداء. وارض لك النتيجة النهاردة قدام نادي الزمالك. الزمالك النهاردة لعب مبارا الشوط الاول حاجة والشوط التاني حاجة تاني. بس بصراحة عشان نبقى اكثر امانة. كان فيه عدد كبير من الناشئين النهاردة في تشكية نادي الزمالك. قشرت بنشاركي فرق مع الزمالك في الشوط التاني. سيف عمل آآ شوطة حلوة قوي. سيف جعفر. وعمل كمان بينية كانت حلوة قوي في الشوط التاني. بينية حلوة قوي كباص يعني كده كان جامد جد بس في المجمل تحسن أداء نادي الزمالك في الشيء الثاني وتحسن أكثر في الوقت الإضافي وقدر يحسم المباراة مباراة الكاس دايما مباراة مباريات خداعة